فهجمًا مشاركة، هذا الأولى لهم لنا بكون đã قمت هذا مجرد صحيح لأننا وم apparatهم هروا في البدر الحسنة كانت مجددا، جهاز الشيخ هي مجرده فرائده الدوري في 5 مطشوات مع 13 مطاقة في 5 مطشوات وهكذا مجرد المطشوات جميلة واخذين سوكة فالماتش كانت مجددا واخدنا واحد لن Ungar قبل المباراة كانت دعود جدًا مع الغيابات الكثير فكان يفكر في سيناريوهم كثير في توظيف اللاعبين كيف تفكر كيف تفكر المباراة و كيف يمكننا التخطط؟ أصحاب أحنا اطفالي مباراة و كيف يمكننا التخطط؟ كيف نقول للعيبة جميعاً؟ والذي سألتك تفكر المباراةassociة نحوه و هناك جزيرة يضع الضيبات في مستوى و اثنين أنه مهدت في المستوى النهاردة بيقول لك دايما على يعني صعب جدا الموسم كله تلاقي الناس كلها جهزة ومطشط كلها سهلة فهو فخور بالفرقة النهاردة ان احنا لو فنيا ما كناش في احسن حال بس نروح الى فارقة النهاردة. دي الكل اه يعني عنده امال في اه يمكن ساسي. هل ساسي هو كمدير فني طلب بقاءه ام ينتظر القرار لانه بالتأكيد بيعد برنامجه للمرحلة المقبلة لان الزمالك فريق كبير وبالتالي بيو نافيز على كل البترات اللي عايزي دخول في الفاترة المقبلة. وكيف لديه حالة هذا؟ ما قولتك؟ لذا أعتقد أنه مباركة. لكن أتمنى أنه لا يمكن أن تتعلمكم اليوم. ماذا يمكن أن تتعلمكم اليوم؟ قبل أن يتكلم في خطة المنزل، نحن نعشون اليوم بيوم ومعضي بمعضي. ونفقنا على هذه المنزل. نحن لا يعرفون أنه يكون هناك إنتخابات ونحن لا يعرفون ما يكون موجودة. الجميل من أن تتعلم أن التعبير يحقق النتائج في وضع صعب، ونفق في وضع صعب. فهو فخور بفرقته السنة وطبعا يتمنى بكاه. أخيراً بضغط المباريات الفترة المقبلة مع سفر السويس الأسكندريا وليسا الجوناة، أكيد إرهاق كبير جداً. نحن نتعلم بعد ذلك في البقرة، نتعلم إلى البرب العرب. مع كل مجمع المنزل. نتعلم مع أسكار صغير، فترة جاءة كلها. ثم نتعلم لسوكنا في وضع صعب المنزل، في وضع صعب المنزل، لتعلم المنزل، لتعلم المنزل بكاهرة السوكنا، لنحن نتعلم على صعب المنزل، وفر الطفل الزائجة والأسكندريا، نتعلم على صعب المنزل، ونحن نتعلم على صعب المنزل،، ونحن نتعلم على صعب المنزل، لذلك، أنشاء الله ت pillowهر من قد، لأننا نتعلم على صعب المنزل، ول האלه إذا نتعلم مع أسكار، ونغشون جيد وإنكس من الوزيزة النقود لأراضي مهم. ثلاث نقاط غاليا كده بالبداع هو الجدول كدة و الجدول صعب إنه حانا عوض يعني نشتيكي لازم نلعب و نكسب حانا من الفرق في الثلاثاة أربعة ماشطات اللي جايين دول نحمة شكرا لكارتولون وألف مبروك لكتلنا سيف بتأكيد باللقاء مع باتريس كارتولون المدير الفالي عند الزمالك وثلاث نقاط هام بالتأكيد لفريق الزمالك ستحول الكلمة عليك الانتفرد